عملة جديدة للتبرع بالدم نظمتها أكاديمية الشرطة بالتنصيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية شارك فيها عدد كبير من الطلاب وتأتي في إطار حرص الوزارة على تفعيل دورها المجتمعي ومساهمتها الإنسانية في التخفيف عن المرضى والحالات التي تحتاج لنقل الدم بالمستشفيات المختلفة وهو تقليد سنوي تحرص عليه الأكاديمية الوزارة الداخلية مزبطة وأفرادة بجنودها ما بيقدروش إن هم يخالوا عن الوطن بأرواحهم فمش كتير جدا على أي إنسان مصاب ممكن يحتاج قطر الدم إن الطالب كلية الشرطة إن هو يتبرع بالدمه ودي فعلا قيمة غالية جدا وإحنا بنحرص على إن إحنا نميها في الطالب أنا أمرها متأخر إن إحنا نتبرع بالدم لأي أحد نمحتاجه طبعا إحنا نستنى يوم التبرع بالدم ده كل سنة لإن فيه ناس بره كتير بتحتاج كل أي نقطة الدم ما كناش متوقعين العدد ده كله بس ما شاء الله الناس كتير قوي يعني وفيه تعاون واضح جدا من السادة المسؤولين وكل حاجة تمت على أكمل وجه في الاتجاه ذاته قامت مدريات أمن الإسكندرية بالتنصيق مع قطاع الخدمات الطبية ووزارة الصحة بتنظيم حملة مماثلة شارك فيها ضباط وأفراد بإدارة مرور الإسكندرية وإدارة قوات الأمن اشتركوا في القناة